موسيقى اول شي حط على مهرجان الموسيقى بعد كده تيجي عند البطاقة هذه البطاقة الجديدة للمغنية لدي جاقة عندك بطاقة فيستفال خلينا اول شي بيين لكم الجوائز الاولى عندنا شاشة تحميل مقطوعة عزف عندك هذه هالة اللي هي الانفجار فيه اشياء تستخدمها بس في طور الموسيقى وبعضها تستخدمها في البتل رويل وطور الموسيقى عندك هذه رقصة بخاخ عندك هذه مقطوعة عزف وهذا باس وعندك هنا رقصة ورمز تعبيري اللي هو الايموجي وعندك مقطوعة عزف وعندك الطبول هذه اخر جائزة طيب جميع الجوائز هذي هناخدها عن طريقة تحديات جوائز مجانية صراحة هذه الجوائز افضل من الجوائز السابقة طيب فيه عندنا الجوائز اللي تحت الجوائز اللي تحت عبارة عن بطاقة المعركة المصغرة اذا انت اشتريتها عندك الجيتار وعندك هنا مقطوعة عزف شاشة تحميل مقطوعة عزف وهذه كمان هالة تستخدم في طور الموسيقى هنا مقطوعة عزف وعندك هنا جيتار وهنا ليدي جاقة مقطوعة عزف وعندنا هنا حقيبة الضار وهذه رقصة والرقصة هذه مرة حلوة صراحة وعندك سكن ليدي جاقة شايفينه لو ستايلين صراحة الاسكن مرة خيالي طيب عندك اول شيء الجوائز الاولى ناخده عن طريقة تحديات الجائزة الثانية هذه الجوائزة الثانية تاخدها اذا انت اشتريتها بتلباس المصغر قيمة 1800 في بوكس اذا انت اشتريتها هتاخد الجوائز اللي تحت طيب عندنا بعض الاسئلة اللي جينا في التعليقات اذا احنا سوينا التحديات هناخد الجوائز اللي فوق طيب بعد كده مثلا اذا انت اخدت الجوائز كلها اللي فوق وفكرت انك انت تشتري البطاقة المصغرة اللي تحت مو ضروري ترجع تسوي التحديات لا لانك انت مستسوي التحديات اصلا بيمشي الخط معاك فوقه تحت فوقه تحت فهمتوا كيف اذا انت مثلا وصلت للاخير بعد كده فكرت تشتري بطاقة المعركة المصغرة هتاخد كامل الجوائز دفعة واحدة ما يحتاج انك تسوي التحديات من اول وجديد فهمتوا كيف هذه هي التحديات بعض الاشخاص ما تظهر عندهم التحديات ضروري اول شي تحط على طور الموسيقى بعد كده حتظهر معاك التحديات يقول لك المسرح الرئيسي مهام اساور اجمع اساور المعصم عدد خمسة تاخد الرقصة بعد كده عندك اجمع اساور المعصم تاخد الجائزة التانية بعد كده اجمع اساور المعصم عدد خمستاش تاخد القيتار تمام هذه هي التحديات وعندنا في تحديات ثانية وهذه تحديات ثالثة هذه جميع التحديات اللي انتوا سووها علشان تحصل على جميع الجوائز المجانية في عندنا هذه الجوائز وفي عندنا كمان الجوائز اللي تخص البطاقة المصغرة دائما أنا تحديات الطورة الموسيقى ما سويها لأن صراحة هذه موضوع إنها رقص ما رقص وأغاني وأنا ما حب أتكلم على الأشياء هذه فهمتوا كيف طيب خلينا الآن نتكلم على مجر العناصر عندنا حزمة ليدي جاغا هذه هي عندنا أول شيء الغيتار الباس وعندنا هذا الماكرافون وعندنا هنا المعزوفة مقطوعة على العز وعندنا هذا الاسكن وعندنا الليغو وعندنا كمان رقصة والرقصة مرة حلوة عليها كوبريت عشان كده ما حقدر أطلع لكم إياها هذه جميع الأشياء هذه الحزمة قيمتها 3000 في بوكس تقدر تشتري الاسكن لوحده وتقدر تشتري الرقصة الوحدة 500 في بوكس يعني كل الأشياء تقدر تشتري كل شيء لوحده وهذه الأشياء الجديدة اللي نزلت اللي تخص آآ طور الموسيقى أو مهرجان الموسيقى في عندنا أغاني ليدي دقاقة نزلت جديدة كل مقطوعات العزف شايفينها طيب إذا احنا نزلنا إلى الأخير لاحظوا معايا في عندنا هذه السيارة الجديدة وعندنا هذه الأشياء كمان تشتريها خاصة بطور السباق هذه لها عدة ألوان تقدر تلون نفس ما تبغى وعندنا هذه كمان الإطارات وتقدر تحط اللون اللي تبغاه في عندنا هذه هي البطاقة المصغرة شايفينها بطاقة المعركة تقدر تشتريها بألف وتممية في بوكس تحصل عليها بالكامل شايفين طيب هذا كل شيء كان عن طور الموسيقى وعن الجوائز المجانية والتحديات كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما تشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله يتقابل مقطع آخر وفأمان الله اشترك في القناة اشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر